بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثير أيها الأحبة اليوم سنتأمل حديثا يصف واقعا الذي نعيشه اليوم نعيش على إحصاء أعداد القتلى أصبح عدد القتلى عبارة عن رقم فقط لا نفكر من الذي مات كم طفل أو هذا طفل أو هذا الشيخ أو هذه امرأة أو هذا إنسان مظلوم لا فقط كأعداد طيب هذا الواقع الذي نعيشه اليوم هل هناك نبوءة من النبي عليه الصلاة والسلام عن هذا الواقع وما هو دور كل واحد ماذا نفعل استمع معي أخي الحبيب إلى هذا الحديث الذي رواه البخاري ومسلم وغيرهما يقول عليه الصلاة والسلام يتقارب الزمان إذن هذه إشارة أعطانا إياه النبي عليه الصلاة والسلام نراها اليوم لنصدق ما جاء بعدها في الحديث يتقارب الزمان وينقص العمل ويلقى الشح انظر معي إلى الترتيب وآخيرا ماذا قال ويكثر الهرج كلمة جديدة لم يألفها الصحابة الكرام قال وما الهرج قال القتل 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 وكررها ليدلك على كثرة القتل سبحان الله يعني حديث عجيب والله أيها الأحبة طيب هل نحن الآن نرى تقارب الزمان نعم انظر معي في زمن النبي عليه الصلاة والسلام كيف كان يجري الزمن إذا حدث حدثت معركة في مكان يبعد مثلا مسيرة شهر فأنت لا تستطيع أن تعرف نبأ هذه المعركة إلا بعد شهر حتى يأتي شخص من هذا المكان الذي وقعت فيه المعركة ويسير شهرا كاملا فيخبرك بما وقع وبالتالي الزمن هنا كان مقداره شهر عندما تطورت وسائل النقل اخترع الإنسان القطار فكان القطار يستطيع أن يقطع هذه المسافة مثلا في ثلاثة أيام أو في يومين فإذا هنا الزمن ماذا حدث له تقارب أصبحت تستطيع الحصول على المعلومة خلال يوم أو يومين أو ثلاثة أيام مثلا طيب بعد اختراع الطائرات أصبحت خلال ساعتين تحصل على الخبر يتقارب الزمن ولكن اليوم بواسطة التكنولوجيا الرقمية الإنترنت وتكنولوجيا الاتصالات الرقمية هذه أنت لست فقط تسمع الخبر خلال جزء من ثانية بل أنت ترى ما يحدث يتقارب الزمن أنت هنا تجلس في أي مكان في العالم وترى كيف أن اليهود يقصفون بيتا أو مشفا وترى الجثث وترى القتلى بفارق أقل من ثانية تقارب يتقارب الزمن يعني هذا أحد معاني قولي عليه الصلاة والسلام يتقارب الزمن طيب من أخبره بذلك كيف علم هذا النبي عليه الصلاة والسلام وهو النبي الأمي الذي كان منشغلا ببناء أمة كان منشغلا بإخراجهم من عبادة الحجر والأوثان والأصنام إلى عبادة الواحد الديان سبحانه وتعالى يعني هل كان لديه وقت أن يفكر ماذا سيحدث بعد ألف وأربعمائة سنة وكيف أن الزمان يتقارب وينضغط ليحدثنا عن ذلك لا هذا الكلام هو وحي من الله عز وجل الله أوحله بذلك لذلك نحن اليوم نرى تقارب الزمن هذه الإشارة الأولى الإشارة الثانية في هذا الحديث الشريف قال وينقص العمل بالفعل اليوم معظم الناس حريصون على أموالهم على بيوتهم على تجارتهم أنظر إلى حال المسلمين اليوم في الحفلات في الملاهي على شواطئ البحار في ملاعب كرة القدم في المشاهدة المسلسلات والمقاطع الكوميدية ومواقع التواصل التي تدعو لله منشغلون لاهية قلوبهم هذا هو حال المسلمين اليوم للأسف وينقص العمل يعني أعمال الخير تقل بالفعل اليوم أين عمل الخير قليل جدا أنت اليوم إذا ذهبت إلى مئة شخص وكنت مضطر لمبلغ معين تكاد لا تجد من يقرضك بينما في زمن النبي عليه الصلاة والسلام كان الصحابة الكرام يقرضون أي شخص حتى لو لم يكونوا يعرفونه وقص على ذلك كان لديهم الأمانة اليوم أين الأمانة كان لديهم إغاثة الملهوف اليوم أين إغاثة الملهوف كان لديهم كما قال تعالى ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة حتى لو كان بك فقر شديد وعوز ونقص أنت تؤثر أخاك على نفسك اليوم كثير من الناس ينهش أخاه ولا يؤثره على نفسه وبالتالي وصلنا إلى هذا الوضع الإشارة الثالثة ويلقى الشح البخل يكثر وكأنه شيء يلقى على الإنسان من الخارج البخل بسبب حب الدنيا بسبب الغفلة عن الموت الغفلة عن لقاء الله تجد أن الناس أصبحوا شحيحين جدا وظهرت ظاهرة أصحاب المليارات والملايين يكدسون هذه المليارات ولا ينفقونها وبالتالي ظهر الفقر الشديد أصبحنا الآن طبقة فقيرة جدا وطبقة غنية جدا الطبقة الغنية تمنع الخير وهذا الشح حتى تجده في كثير من الطبقة الفقيرة أيضا هذه إشارة الثالثة إشارة الرابعة والأخيرة ويكثر الهرج سبحان الله نحن هذه الإشارات الأربعة نراها اليوم يعني أربع إشارات نراها اليوم في واقعنا الذي نعيشه ونراه بأعيننا ويكثر الهرج وهو القتل بالفعل انظر أخي الحبيب بعض مناطق العالم الإسلامي نتيجة الفتن ونتيجة المؤامرات ونتيجة الحرب على الإسلام أصبح القتل أمرا عاديا لذلك والله أحبة في الله ليس لنا حل إلا الصبر كما قال عليه الصلاة والسلام وأختم بهذا الحديث إن شاء الله في اللقاء الثالث نشرحه اصبروا فإنه لا يأتي زمان ماذا إلا والذي بعده خير منه لا شر منه حتى تلقوا ربكم سبحان الله هذا قانون لا تتوقع أخي الحبيب يعني أن المستقبل يكون مضيئا لأن هذه الدنيا أصلا هي دار ابتلاء وأنت كمؤمن مبتلى أنت مبتلى في مالك وفي أهلك وفي ولدك وفي تجارتك وفي صحتك حتى تلقوا الله إذن الحل هو الصبر إن شاء الله في اللقاء القادم نحاول أن نتأمل هذا الحديث هذا الحديث فيه علاج والله أيها الأحبة من مشاكل العصر نسأل الله عز وجل أن يجعلنا جميعا من الصابرين وأخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته حتى يتبين لهم أنه الحق